طبعا أول شيء الأصل أنه لازم زيارة الطبيب يعني ما هو سباب الضعف الجنسي ممكن يكون عضوي وممكن يكون نفسي وعندما عرفت السبب سيبطل العجب دائما لازم نعرف السبب لكن بالنسبة للنباتات المقوية جنسيا وما أكثرها وزي ما قلنا من ضمنها حب الهيل كنا نحكي عنه قبل شوية وعلاجه لسرعة القصف اللي بعاني منه كثير من المتزوجين ربما بعملهم إحراجات مع زوجاتهم لكن في حلول طبيعية بالنسبة للنباتات المقوية جنسيا معظم البذور معظم البذور تعتبر مقوية جنسيا زي بذر الفجل، بذر الجرجير، بذر الجزر، بذر القريس، بذر البقدونس حتى تعتبر هذه البذول احتوائها على كمية من الزيوت اللي بتلعب أو لها دور أساسي في التقوى الجنسية تحديدا في هرمون التستسورون طيب، في ممكن نعمل خلطات كتير على رأسها ممكن نجيب مثلا نص كيلو عسل ونجيب عشرة جرام من بذر الفجل وعشرة جرام بذر جرجير، عشرة جرام بذر جزر وناخد بالنا إنه إحنا البذور مشيها من عند العطار ما بنشترهاش من تبع الزريعة يعني الراجل اللي ببيع للزريعة يعني هذه تكون مخصوص للزراعة وليس للأكل أيضا ممكن نضيف كمان عشرة جرام من حبوب اللقاح أو ممكن نضيف في نبات اسمه الجنسينج موجود عند العطارين، الجنسينج الأحمر وكل نخلطه في نص كيلو عسل ونتناول ملعقة صباحا ومساءا فمفيد جدا وعفكرة إحنا موجود عندنا في المركز خلطة بهذا الموضوع خلطة بالعسل ومضاف عليها يعني كمية من البذور سواء الجرجير أو القريس إلى آخره التي تعتبر مقوية جنسيا وأيضا الحمد لله أدت نتاج كتير تساعد في علاج الناس عندهم مشاكل في البروسات أو حتى اللي عندهم مشاكل في التهابات البروسات أو اللي عندهم مشكلة بعدد الحنوات المنوية لأنه حاولنا نحن نجمع البذور هاي ونحطها في خلطة واحدة وهي موجودة عندنا في مركزنا أو في فروعنا لو أي واحد ممكن يروح مباشرة على قسم المبعات يخذها ويقول له كيف يستخدمها بشكل طبيعي وهي تعتبر يعني كغذاء كمان لأنه فيها فوادي كتير والحمد لله أدت نتائج كثيرة خلال ثلاث شهور وكثير من الشباب والرجال استفادوا عليها بفضل الله سبحانه وتعالى طب أيضا ممكن نعمل وصفة في البيت برضو ككتير من السيدات حتى بيبعثوا رسائل عن موضوع البرود الجنسي يعني زي ما الراجل عنده ضعف جنسي بعض النساء عندها برود جنسي وكثير من النساء بتخجل تحكي حتى بعض الأحيان تصطنع تصطنع الحياة الجنسية أمام زوجها لكن يوم عن يوم خلاص بتنكشف الأمور لأنه العلاقة الجنسية هي علاقة يعني علاقة أو ما يقول عن علاقة الحميمة لازم تكون هو اسمه تطبيق الحب ومش بس مهمة بده يؤديها وخلصنا يعني حتى في ذكر قبل في 2014 كان عندنا يمكن ثلاث حلقات تحدثنا فيها عن كل شي في الجنس وكان في معنا دكتور بتذكر اسمه صلاح منتصر دكتور مصري متخصص في هذه الأمور فحكى كلام رائع جدا قال إنه العلاقة الجنسية ليس مرتبطة بوقت يعني مش الشطارة أقعد خمس وعشر دقائق وربع ساعة أروح أبل بيع لميت أي أحبوب عشان إيش يطول ملعاش علاقة ممكن الإنسان يقعد خمس ثواني زي أفضل من اللي قاعد ساعة ليش؟ لأنه هي تطبيق الحب مش مرتبطة بوقت زمني معين على أي حال؟ طبعا البرود الجنسي عند النساء له أسباب كتير ممكن يكون سبب نفسي ممكن يكون يعني عدم الانسجام مع الزوج أو خوفها من حدوث حمل أو مثلا ممكن يكون الجنس مؤلم بالنسبة إليها نتيجة مشاكل صحية أو وجود التهابات بالأعضاء التناسلية إلى آخر يعني أسباب كتير للبرود الجنسي لازم يكون هناك مصارحة ومكاشفة بين الرجل والمرأة حتى إنه مثلا يتوجه للطبيب وما فيش الأمور هاده فيش فيها خجل هاده حياة الحياة والحياة الجنسية هي أساس الحياة أصلاً يعني ومعظم المشاكل اللي بتشوف والبيتتصل للمحاكم بيكون يعني سببها الفراش أو الجنس يعني لكن من المشروبات المقوية أو التي تعطي المرأة طاقة وتساعد في علاج البرود الجنسي حكينا إحنا قبل إيك الحلبة ودائماً بقول أي ست في الدنيا بيتها ما يخلاش من اتنين ما يخلاش لا من الحلبة ولا من فلسطوية لا الحلبة ولا فلسطوية ليش؟ إنه هادول اللي بنفعوها بالمستقبل إذا جوزك مش نافعك هادول اتنين راح ينفعوكي الحلبة وفلسطوية ليش؟ لأنه الحلبة بتعمل على الاتزان الهرموني عند المرأة وفلسطوية كذلك وبتحميها منها شاشة المفاصل وبتقلل من الإصابة بالسرطان ومقوية للدم ولها فواد كثير حتى إنه في تركيا معروف إنه المشروب المفضل عند المرأة هو مشروب الحلبة اعتقاداً منه وهذا اعتقاد صحيح إنه الحلبة مفيدة وبتزيد الجاذبية المرأة لزوجها يعني بتزيد اللي هو إيش؟ أو تعالج البرود الجنسي طبعاً نتيجة تقول لي طيب ما هو الحلبة ريحتها مش منيحة ممكن نحط عليها نعنع أو ممكن نحط عليها حتى حبها ننضيع ريحتها فيش مشكلة أو نقلل من الرائحة وبالفعل وجدوا مادة اسمها إطراي ميثلامين موجودة في الحلبة وأدت مفعول منيح تحديداً لتحسين الحالة الجنسية أو لقوا إلها مفعول أحد المنات الجنسية عند النساء وممكن نعمل خلطة بسيطة سواء للستات أو الرجال لزيادة الرغبة الجنسية نجيب كاسة حليب كاسة حليب يعني طازج مع ربع معلقة من الزنجبيل وربع معلقة من الجرفة المطحون وممكن نحط معلقتين كبار عسل طبيعي وشوية لمون ونجيب ثمرة زي مثلاً الخوخ ونروح كله ضربينه على الخلاط مع بعض ويعني يشرب الكأس قبل الجماع بساعة تديره نشاط ممكن من المشروبات في نبات اسمه الجنكا أو نبات الجنكو بيلوبة برضو هذا ممتاز وبيعطي نشاط وحيوية أيضاً من النباتات الموجودة عند العطارين نبات اسمه خيار الشامبر خيار الشامبر تمام؟ خيار الشامبر هذا يعني طعمه زي طعم الخروب هو عبارة عن ثمرة هيك بس شكلها مدور شكلها مدور هيك طويلة زي البربيجي يعني عاملة بالزبط وفي جواها عبارة عن ثمار دائرية وفي هيك هيك إشي يعني لونه أسود بتتاكل هو طعمه زاكي يعني إشي خفيف يعني بنروح وإحنا إيش شايلين الجلده اللي بره يعني هي قاس شوى زي الخروب بالزبط وبناخد الشيء اللي بتتاكله شيء قليل موجود جوا بين كل بزرة وبزرة موجود طبقة هي اللي بتتاكل هذا وطعمها حلو زي طعم الخروب وهذه تعتبر مفيدة جدا وتستخدم للضعف الجنسي والعقم حتى سواء كانت عند الرجال أو النساء أيضا بالنسبة للمرأة برضو تشرب إذا كان عندها بروض جنسي تشرب مشروب القرس وموجود عند العطارين ننجع ورق القرس ونشرب منه كمان كويس للطبيض وممتاز جدا هذا بالنسبة لموضوع الضعف الجنسي خلينا نشوف لكن لازم برضو زيارة الطبيب لا غنى عنها يعطيك العافية يا دكتورنا يريد تعيد وصفة الهيل للضعف الجنسي طيب ركزوا معي شوي أنا عارف الموضوع هذا مهم ولازم إحنا نفهمه كويس الآن بالنسبة للضعف الجنسي لو إحنا قلنا كل يوم في اليوم جبنا حبتين أو حب يعني حبتين حبهان حطناها بجبتنا يعني أول إشي منه للرائحة الفم ومنه رح نستفيد من الزيوت الموجودة فيها كمقوة عام جنسي لكن إذا بنحكي عن ونحكي عن سروعة القذف بنروح بنجيب أربع حبات حب هيل طبعا من اللي قلنا حب الهيل اللي مسكر ما بناشي إياه بنجيبه الإيش المفتوح لأن كل مادة الفعالة موجودة فيه وبنروح بنجيب كاسة مية وبنغل المية مع حب الهيل لمدة خمس دقائق ولازم تكون مغطين للغلاية ليش؟ عشان زيوت الطيارة ما تطيرش وبسيبها ساعة تبرد وبروح بحرك المية كويس مع حب الهيل عشان إذا فيه زيوت طيارة معلقة على السطح الخارجي تبع الغطايا كله ينزل وبروح وأنا بصفيها وبحطها في كاسة في التلاجة بسيبها في التلاجة وقبل أثناء المداعبة يعني قبل العملية الجنسية نفسها بنروح بنجيب قطنة وبنحط من المنقوع تبع حب الهيل على العضو الذكري من تحت راح يطيل المدة الجنسية دون تناول أي نوع من الأدوية كثير من الشباب بروحوا بيلجأوا إلى الإترامال وبيلجأوا إلى أدوية أخرى عشان عملية صرعة القذف وأنا برجع تاني بقول حتى يعني هرجع أقول كلام الحكاة الدكتور أنه الموضوع مش شطارة أنه الراجل قديش يقعد العملية الجنسية هي تطبيق الحب وهي يعني شيء عملي للحب بين الزوجين بغض النظر عن المدة الزمنية اللي ممكن يقعد فيها وكتير بنسمع أنه ربع ساعة ونص ساعة وكل هذا كلام فاضي القضية لا تقاس بالوقت بقدر ما تقاس بالانسجام بين الزوجين اللي فيها ألفة وفيها راحة وفيها طمأنينة وهذه طبعا سنة كونية وسنة إلهية